تحدث المدرب الوطني وليد واليركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن آخر الاستعدادات لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 مساء غدا الأربعة وصرح وليد واليركراكي في المؤتمر الصحفي اليوم قبل لقاء فرنسا قائلا سنواجه أبطال العالم وأفضل مدرب في العالم فسنحاول أن نصنع المفاجأ وأضاف نحن واثقون في قدراتنا ونريد أعادة كتابة التاريخ بالرغم من أن جميع العوامل لصالح فرنسا لكننا لا نعاني من الإرهاق فالجميع متحمس لخوض نصف النهائي وأكد أتينا إلى هنا من أجل تغيير عقلية قرتنا فلن أكون سعيدا بالوصول إلى نصف النهائي فقط فأنا أريد التأهل إلى النهائي فلقد جئنا لنغير العقلية خاصة بالنسبة لقرتنا وأضاف ماذا إذا قلنا أننا وصلنا لنصف النهائي ولا يهم ما يحدث بعدها فلقد نجحنا في المونديال فأنا لا اتفق مع ذلك الرأي فلم نصل بالصدفة لنكون من أفضل أربع منتخبات في العالم فنحن نستطيع الوصول للنهائي وأتمنى أن لا يحترمنا خصمنا ففي كل دور يتوقعون إقصاءنا ولكننا لا أزلنا هنا كما قلت في السابق نحن نحلم بالفوز بكأس العالم وأوضح علينا أن نلعب بشكل جماعي لإيقاف المنافس ويجب أن نأخذ حذرنا من كل لاعبي المنتخب الفرنسي وليس إمبابي فقط فحظوظنا وافرة في التأهل وأكد بأن مساندة الجماهير المغربي والعربية من أهم عوامل نجاحنا فسنواجه أفضل فريق في العالم وهي فرصة لإبراز قدراتنا بالعزيمة المعتادة للمجموعة يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات فنريد مواصلة التحدي والوصول إلى المباراة النهائي وأختتم نحن لدينا أفضل جمهور في العالم وأنا سعيد لأن العالم عرف الجمهور المغربي فهم يحبون نواديهم ومنتخبهم ويستطيعون السفر أينما كان فغدا سيكون على الأقل عشرون ألف مغربية وأنا سعيد جدا لأننا سنلعب في إستاد البيت وهذا مهم اشتركوا في القناة